اتكلم معاكو كده عن حاجة مهمة قوي وحاجة مدايقاني قوي الحقيقة وهي انه لازم يكون فيه انصاف للي كسب السوبر ولازم يكون فيه انصاف للمدير الفني اللي عمل شغل هاي الفاترة اللي فاتت يعني الحقيقة شيء ظالم جدا وشيء حزين جدا لما تلاقي الناس أو بعض الناس مش عايزة عمم بيقولوا عن لقاء السوبر ان الزمالك فاز باللقاء ده وانه كسب المباراة بس لمجرد ان الاهلي مكانش يعني في التوب فورم بتاعه او ان الاهلي مجاشا السعودية او ان فرقة الاهلي يعني مكنتش افضل حاجة وانه بس تنادي زمالك كسب المباراة دي علشان كده لا يا جماعة ايه الكلام ده يعني احنا ليه نظلم ناس اشتغلت وتعبت ونظلم مدير فني والمجهود الجبار اللي اتعمل في الفترة اللي فاتت ده كله نودي فين يعني ايه فريق كسب علشان فريق تاني مكنش احسن حاجة يعني ايه ده كلام مفيش حد يفهمه ودي مش كرة القدم او نقول ان المدرب ده كسب المعتش ده علشان المدرب التاني مكنش كويس لا خالص مفيش ايه حاجة اسمها كده في الدنيا الفريق اللي مكنش كويس ده هو مش محور الكون على فكرة لازم نفهم ان عناصر اللعبة فرقتين مش فريق واحد ولازم نفهم ان فيه اتنين مدربين مش مدرب واحد وان صحيح كلاهما حالته مؤثرة جدا على الاخر ولكن الشغل لكل طرف فيهم هو مرتبط بالفريق بتاعه بس يعني لو الفريق ده مش موفق او المدرب ده مش موفق بيبقى ده مش معناه اننا نقول بقى ان الافضلية للفريق التاني او المدرب التاني عشان الفريق ده مش موفق عمرنا ما سمعنا الكلام ده فعيب قوي لما نسمع النهاردة او نقرأ النهاردة كلام انه بس الزمالك كسب علشان الاهلي مكنش كويس لا ده عيب قوي ان احنا نسمع كلام زي ده لان الحقيقة الزمالك كان فيه فوز مستحق والزمالك عمل اداء مبهر وعناصر الفريق كلها كانت نازلة بتعمل شغلها على اكمل وجه وكلهم كان على قدر من الرجولة ومن المسئولية كلهم على قلب رجل واحد كلهم نزلوا المباراة عملوا اللي عليهم وزيادة فعيب قوي وما يصحش ابدا ان احنا ننسب النجاح ده انه بس الفريق التاني ما كانش افضل حاجة اولا ان الفريق ما كانش افضل حاجة او كان كويس ده مش قصتنا ومش مشكلتنا خالص دي قصتهم هما يحلوها بقى يشوفوا هما كانوا كويسين ولا مش كويسين دي بتاعتهم ولكن اللي بتاعنا احنا نحمل كام على فريقنا فريقنا كان نازل شايف شغله مركز اللعيبة نازلة عاملة كل اللي عليها المدرب عنده استراتيجي واضحة وبينة وده شوفنا في حاجات كتير قوي فمش هنشوف كل ده ونقول بس النتيجة كده عشان الاهل ما كانش كويس لا الزمالك كان كويس وزمالك استحق الفوز وده كان الفوز مستحق وكان نازم يحصل كان نازم يحصل لان احنا كنا داخلين مركزين وداخلين اللعيبة دي كانت عايزة تطالح الجمهور واللعيبة دي عارفة قد ايه المباراة دي كانت مهمة جدا بالنسبة الجمهور الجماهير زمالك كلها وقد ايه الفوز ده والمباراة ده دي هتبني على اللي جاي في المباراة في الموسم الجديد وقد ايه تكلمنا عالدفع المعنوية اللي هتجلنا لما نفوز بمباراة زي دي في وقت زي ده وحنا طالعين فيه من كمية مشاكل كبيرة حصل ابرام لصفقات حصل دعم اللعيبة مركزة نزلوا الملعب لعبوا بشكل يليق باسم نادي الزمالك مش هنيجي في الاخر ونقول ان الاهل ما كانش كويس وعشان كذا ما لتكسب ده شيء احنا عمرنا ما هنرضى بيه ولا عمرنا هنسكت لما نسمعه ولو رجعنا نتكلم على المدربين وقلنا مدرب كان يكون موفق ومدرب مش موفق او ان المدرب ده كان احسن من المدرب ده لا الاتنين يا جماعة يعني لو الاتنين لو هنتكلم على المدربين الاتنين ما كانوش في يومهم وقتها فصاحب الكواليتي الاعلى هيكسب او ربما صاحب التوفيق الاكبر هيكسب ولكن الحقيقة ما كانش كده الحقيقة ان زمالك كسب عشان هو نزل اللاعب كويس عشان هو كان مركز عشان هو كان حاطت هدف الفوز عشان كنا الأفضل وده بين جوه الأرض وجوه الملعب وجماز كسب كالر لأنه قدم شيء على أرض الملعب وده اللي خلاه يكسب والشيء ده ملوش أي علاقة نهائيا بمشاكل الفريق الآخر أو المدرب الآخر هما مش محور الكون همكلم على فريق الزمالك والحقيقة أن كالر ما كانش فعلا موفق في ماتشا سوبر يعني ربما هو محضرش كويس للجيم ربما أدار المباراة بشكل أقل من المتوقع ربما ما كانش عامل حسابه أن الفريق هينزل فريق الزمالك هينزل بالأداء ده لكن الحقيقة بتقول برضو أن جوه ميز من ناحية تانية كان محضر كويس جد كان عارف الجيم هيمشي إزاي وقدار الماتش بحرفية كبيرة جد بمعلمة لا هنتكلم فهل عدم توفيق كالر كان ساعد في انتصار الزمالك ربما بس ده ما يعنيش أبدا أن الزمالك وجميز عملوا كده علشان الأهلي ما كانش موفق لأهم ما كان كده عملوا مباراة ممتازة وحضروا لها بشكل كويس جدا وركزوا فيها بشكل كويس جدا ولولا اللي عملوا مستر خسي جميز واللعيبة ما كانش زمالك بقى بطل السوبر الأفريقي الخامس النهار ده لو تكلمنا برضو نرجع نقف هنا سنة ونقول لو تكلمنا على آخر مواجهات مع نادي الأهلي يعني السوبر والدوري والكاس كنا الأفضل إحنا كنا الأفضل فنيا فما ينفعش أبدا أن إحنا يعني ننسب النجاح ده للفريق التاني اللي ما كانش كويس ده مش مشكلتنا خاص زي ما مدرب نادي الزمالك مدرب مستر خسي جميز حضر للمباراة وحضر للجيم بشكل نفسي ودهني وتكتيكي وده اللي فرق مع الفريق بشكل كبير جدا وده اللي شفناه بكل وضوح في المباراة ده شفناه بكل وضوح حتى بعد البنالتي اللي جات كان واقف بيشجع اللعيبة وبيأذرهم ونلوهم ينزلوا وكملوا وإحنا هنكسب هو ده فريق زمالك والفريق الحقيقة كان فيه شخصية قوية جدا بينه وتفوق في أغلب الثنائيات على أرض الملع وده كان سبب رئيسي أكبر بكتير إن الفريق يظهر بشكل كويس ويكسب ويتتوج في الآخر بالكاس أو بالسوبر الأفريقي في النهاية ده نادي زمالك وده اللي بنشوفه في المباراة المهمة والمباراة اللي بتكون بالنسبة الجماهير الزمالك هي حياء أو موت وإحنا كنا لنا كنا عارفين إن مباراة السوبر الأفريقي دي هي حياء أو موت مباراة مفيش غنى عن الفوص فيها والجماهير قالت ده واللعيبة كانت عارفة ده واللعيبة نزلت صالحة الجماهير بسبب ده دلوقتي وحاليا مستر خسي جماز مدربنا البورتغالي الكفء أمام فرصة تاريخية لصنعت إنجازات كتيرة جدا في الموسم اللي جاي ده جماز يقدر يبني بشكل كبير على انتصار السوبر في الفترة اللي جاية وبرده ده اللي قلناه يقدر يركز في الفترة اللي جاية على استغلال حالة بقى النشوة الكبيرة في غرفة الملابس وزيادة ترابط وقوة المجموعة كده بعد الانتصار ده لازم ده يحصل بالشكل يعني الأقوى في الفترة اللي جاية لتقوية بقى شخصية الزمالك أكتر عشان ندخل موسم بالفريق اللي احنا شفناه في مباراة السوبر الأفريقي وده اتكلمنا عنه كتير ان الفوز ده هيدينا دفعة معنوية كبيرة جدا لازم نستغلها ماينفعش نهبط ماينفعش المعنويات تنزل خلاص احنا بالوقتي عندنا نشوة الفوز او مش هنفضل عايشين في نشوة الفوز لان كل مباراة بظروفها وكل مباراة لازم ندخلها بنفس التركيز ولكن هيدي دفعة معنوية كبيرة وإحنا في الفترة الأخيرة كنا محتاجين فعلا فعلا ان يكون فيه تهيئة كده نفسية وذهنية للعيبة ان هم يقدروا يكملوا الموسم اللي جاي بعد طبعا الموسم اللي احنا شفناه الكابيس والطويل واللي كماليان بمشاكل موسم معدة الحمد لله الموسم اللي في الده عدة والحمد لله ان احنا فوزنا بالمباراة المهمة دي علشان نبني عليها في الموسم الجديد عندك سوبر مصري في الإمارات قريب جدا فاضل عليه أقل يعني خلاص هو الشهر اللي جاي الشهر ده فاضل عليه قلال قوي من يوم 17 تقريبا من يوم 17 عشرة خلاص فاضل عليه أقل من 3 أسابيع عندك دوري وعندك كاس كونفيدرالية لو كسبتها هتاخد بطولة قرية جديدة وهتؤهلك للعب على سوبر جديد جماهيز كسب لنفسه أرضية أكبر وشعبية أكبر عند جمهور الزمالك اللي طبعا احنا عارفين ان جمهور الزمالك ممكن في فترة ينتقد في فترة قلبه على الزمالك عادي شايف ان لا في حاجات انا عايز اغيرها شايف ان فيه لأ المدرب ريستراتي جي بتاعته لأ ازاي الشكل لعيبه سؤرة لأ ده طبيعي وبنشوفه لانه طبعا احنا عارفين كلنا جماهير الزمالك عاملة ازاي كلنا مدربين كلنا محللين كلنا عايزين نتكلم في ايه اللي ينفع و ايه اللي ما ينفعش ولكن الحقيقة مستر خسي جميز أثبت انه هو لأ عنده استراتيجي كويس عنده فكر كويس وده اللي ظهر بشكل كبير جدا داخل مباراة السوبر فده ظهر بشكل كبير ظهر على الفريق والحقيقة هو ده اللي هنشوفه في الفترة اللي جاية يا جماعة هو ده اللي هنشوفه احنا عندنا مباراة زي ما قلنا السوبر المصري عندنا دوري بقى طويل هنبدأه كل ده هيبدينا يا زي ما قلنا دفع معنواية كبيرة وكمان عايزة كامعة الجماهير يا جماعة الجماهير الحقيقة دورها مهمة قوي دورها يمكن من أهم الحاجات للفريق وده بنشوفه كتير وشوفناه على فكرة وشوفناه الجمهور كان عامل ازاي مع الفريق في السوبر الأفريق وشوفناه في الفترات اللي فاتت كلها حقيقة جمهور دوره أهم شيء هو اللعب رقم واحد واللعب رقم مية من أول منظومة لأخرها جماهير زمالك هي السند والدعم رقم واحد وده اللي بيفرق مع اللعيبة فلازم في الفترة اللي جاية كمان يكون في دعم دخليني على السوبر دوري عندنا مباراة مهمة كتير يجب أن يكون في دعم أكبر زي اللي شوفناه وزي اللي بنشوفوته لحياتنا أنا مش بقول حاجة جديدة يعني النهاردة مش صارع الكلام مع الجماهير وقول حاجة جديدة ولكن محتاجين دعم أكبر في الفترة اللي جاية وإن شاء الله زمالك يفضل دايما على نغمة الانتصارات زمالك نادي يستحق وجماهيره تستحق أن هم يفرحوا ويفوزوا بكل المباراة اللي جاية لأنه نادي كبير نادي زمالك ده نادي كبير جدا أنا أكبر قلعة رياضية في مصر نادي كبير ويقدر أنه يفوز بكل اللي جاية إن شاء الله وده هنشوفه إن شاء الله في الموسم الجديد أنا واثقة وعندي يعني أمال كبيرة جدا في الفترة اللي جاية نحن نشوف مستوى فريقنا وأداءه زي مباراة السوبر كده بنفس التركيز ده ومن نفس العظيمة والأسرار اللي كان عند اللعيبة كلها فإن شاء الله كل التوفيق لفريقنا فريق نادي الزمالك في الفترة اللي جاية نشوفه في مزيد من الانتصارات ويرجع تاني لنغمة الانتصارات والنجاحات والإنجازات وده مش بعيد أبدا على نادي زمالك